الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوها فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رهابية إنا لما قرى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تركوة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وهملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشط السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا دخفى منكم خافية فأما من ألتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشمانه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها ذرعها سبعون ذراعا فاسلطوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يعب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض النقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن علم القرآن